كابتن إيهاب يمكن البعض يتصور ان دوري كورت السلة للسيدات دوري عادي دوري بسيط محدش اعتقد ان هو برضو دوري عنيف زي الرجال كلمنا كنا عن ابرز الفرق الموجودة في الدوري وكمان يعني عندنا فيه المفروض الدوري بتقاس من كم مجموعة لا انا عندنا استشار فرقة في الدوري في حوالي 6 فرق معهم محترفات خلاص بالوقت الاحتراف الفتح يعني منسبة للبنات فلا الدوري قوي جدا اللي متابع تشوف ان احنا مثلا في السيمي فاينال عاملين أوفر تايم مع النادل اهلي هو حامل لقب الموسم الماضي في الدوري سبورت معا محترفة قوية جدا سبورتنج نفس الكلام معا محترفة يعني كانت تلعب في ال WNBA XWNBA فما كانش عندنا الليفلز ده من المحترفات او مستوى المحترفات يعني مش موجود مخالص يعني دلوقتي بقى مستوى المحترفات عالي جدا بقى في انتقالات يعني بين الهندية فبقت مستوى الدوري عالي جدا دلوقتي بصراحة يعني لا فاندنا مستويات في محترفات معاكم موجودين في الفريق ها معانا محترفة الحمد لله توفانا فيها كويس اول ما توليت يعني المهمة والمسئولية غيرت يعني جبتها كان الليوبس عندي محترفة فغيرناها فالحمد لله توفانا فيها كويس جدا وكان لها دور كبير مع البنات يعني كانت الميزة الميزة بتاعة نادي هولي بابلس هما عندهم سبريت علي جدا روحوا بحلوة جدا بلعبوا فعلا كل ما طلع حتى في انتربيو او اي لقاء مثلا او تصريح فعلا هما فاميلي مع بعض بلعبوا فعلا هزا فاميلي كلهم ما تحسش حتى المحترفة ما جاءت تحس ان هي بقى لها شهور معاهم هي امريكية هي امريكية وارتبطت بهم جدا ودخلت جواه الفرقة وحصل انسجام بفضل الله كبير دي كل دي من الاسباب وفي اسباب تانية بقى يعني في اسباب بقى ان كان في دعم معناوي ومادي من مجلس ادارة نادي كبير جدا ودعم كبير من الراعي عندنا رعي في نادي سبورتينج الاساس حسن تطناكي ودادي هليوبلس هو الراعي للفرقة البسكي كان لدي دور كبير جدا مع اسباب احمد الهادي من ارأعماله كان في دعم كبير يعني ورانا وكان صبورت كبير جدا 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 بصراحة وكان لي دور كبير في الاستقدام المحترفة يعني اللي احنا غيرناها يمكن دي برضو مغامرة بالنسبة لهم يعني مغامرة وشجاعة برضو من مجلس ادارة النادي عندكم ان هو في توقيت يمكن فيه الى حد ما ركود في الرياضة الفتر اللي فاتت كان بشكل كبير جدا وكان فيه تخوف برضو من بعض التنقلات اللي امكن بتحصل ما كانش فيه اصلا التنقلات بشكل كبير يعني ان هما يدعموا للفريق بالعيبة محترفة امريكية برضو دي حاجة تتحسب لهم يعني طبعا بتحصل بالمجلس ادارة النادي هليوبلس كابتن عمر السنباطي ومجلس ادارة كله باللجنة الرياضية كابتن شريف الشميرلي بعضو اللجنة الرياضية كابتن هايدي لا مع نشاط رياضي بقى يعني دكتور عرفة مع كابتن حمد بارديني لا يعني تعرف انا اللي بقوله ان كان فيه دعم من مجلس ادارة معناوي ومادي طبعا كبير جدا وظاهر حتى في اله لو يعني احنا بنعرض الفيديو هتشوف ان اول مرة اشوف في الفاينال رئيس مجلس ادارة واعضاء مجلس ادارة ورئيس اللجنة وعضو اللجنة ودير الشيط رياضي ومسؤول على النادي كله وبلس اولاء الامور يعني كل أولئ أمور نادي هليوبرس مش الباسكت بس والله كان فيه ناس من الهندبول الصبر ده كان تلم والحمد لله كله في الآخر يعني مراحش في الأول جيب بالكاس يعني التشجيع والمساندة دايما بيجي نتيجة الدعم والمساندة من صوامل حسن دعم مادي طبعا والمساندة المادية والمعنوية من مجلس الإدارة كاملا هي كانت السبب في الفرحة اللي احنا شايفينها والمدليات والتتويج ده بصراحة يعني طبعا مع الحاجات دي قدرت تروح كبيرة جدا ودفع معنوية كبيرة جدا للبنات اللي لقوا فيه اهتمام من مجلس إدارة ولقوا فيه إن فيه حد داعم وراهم وفيه حد مساندهم والمعسكرات بتاعتنا الحمد لله كل المعسكرات اللي نادي وافق عليها عسكرنا في كل المباريات المهمة قابليها بيومين اتمراننا على الملعب اللي عليه البطولة فكل دي حاجات البنات كانوا حسينها وشايفينها مكادش يمكن مكادش موجودة قبل كده عشان يكون صريحي يعني في اليبلس قبل كده فهما شافوا الاهتمام والدعم دوت سواء من الراعي أو مجلس إدارة فدي كانت حاجة بنجد لهم دفع قوية والحمد لله لأنهم توجوا بالكاس دي أكبر فرحة يعني في اليبلس طبعا وأهم فرحة كمان